أكثر من ثمان ساعات متواصلة استمر هطول الأمطار الغزيرة على أجزاء واسعة من محافظة نينوى وأحدثت سيولا جارفة تسببت بخروج الجسور العائمة التي تربط جانبي المدينة الأيسر والأيمن وجسر السويس بأيسر الموصل عن الخدمة خوفا من انهياره وأدخل المدينة في اختناقات مرورية لتزداد مطالبات الأهالي بدعم خلية الأزمة التي تسلمت إدارة المحافظة قبل يومين والاهتمام بواقع المحافظة المتعبة راح ضحية تهمال وفساد الحكومة المركزية جون الحكومة المحلية أي محافظة عنده تبعية عنده محسوبية يجي من عمى كبخالة ولهذا يشوف الموصل المهملة الموصل منكوبة من قبل أكبر سنوات والله هذول إذا واحد يساعدهم هذول يستحقون لأن الجيش العراقي أثبت كقادة عامة أثبتهم وقادة الشرطة بأن لهم ممكانية بالبلد خلية الأزمة وبعد اجتماع طارئ عقدته في قيادة عمليات نينوى وجهت بإعادة الصلاحيات الكاملة لكل الدوائر الخدمية وعقد اجتماعات يومية لكتابة التقرير الذي سيرسل إلى رئيس الوزراء بحل مشاكل المحافظة والوقوف إلى جانب أبنائها في محنتهم التي واجهونها كل الدوائر الخدمية في محافظة نينوى تم توجيهها من خلية الأزمة أن تجتمع يوميا لدراسة كل التحديات الآنية والعاجلة وإيجاد حلول مباشرة لها وتم إعطاء صلاحيات كاملة قائد عمليات نينوى وعضو خلية الأزمة قال إن القطعات الأمنية تستنفرت جهودها في عموم المحافظة لمواجهة أي طارئ مشيرا إلى أن إيقاف عمل الجسور العائمة جاء بسبب زيادة إطلاقات سد الموصلة في نهر دجلة وإن الوضع مسيطر عليه جسور ارتفع مستوى المي من السد يعني ما لها علاقة كثيرا بالأمطار لكن إطلاقات السد كانت كبيرة وتدري هذه جسور عسكرية مو جسور ثابتة كما خطبت الخلية وزارة الإعمار والإسكان بصورة مباشرة للتأكيد على ضرورة إعادة بناء جسرين رئيسيين في المرحلة الحالية بشكل فعلي هذا العام وعدم تأجيلهما كون المدينة تدخل في أزمات متكررة في الحوادث غير الطبيعية خطة طارئة وضعت لمواجهة سيور الأمطار القادمة من المناطق الشمالية وخلية أزمة تواجه تركة تقيلة من فساد الحكومات الماضية على حد قولها من الموصل هيتم أحمد الحرة